الحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا السؤال دائما يطرح الصلاة على النبي عند عديد من الخواص الصلاة على النبي تشفي الأمراض وتسهل الأمور تجلب الرزق وتشفي الأمراض المستعصية وتشفي الأمراض الرحانية وتشفيك من السحر والعين تجلب لك الرزق ولكن اليوم سنتكلم فقط على شيء واحد وهو المرض من عنده مرض مستعصي أو أي مرض يصلي على النبي من المجربات الأكيدة من عديد من الناس عديد من الناس شفيت بإذن الله بالصلاة على النبي تصلي على النبي تشفي بإذن الله بأي استيغة شئت ولكن استيغة الجامع عليها الذي يقول ونصح بها جميع من المشايخ وهي الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية تصلي على النبي بالصلاة الإبراهيمية مدة ساعة ساعتين متان ساعة في الصباح ساعة في الليل ستون دقيقة في الصباح ستون دقيقة في الليل الصلاة عن النبي يوميا تشفيك من جميع الأمراض التي هي عندك أي نوع كان عندك من المرض تصلي على النبي تشفي إن شاء الله وخصوصا الأمراض المستعصية مجربة أكيدة وعديد من الناس حكوا حالتهم وتكلموا في اليوتيوب وتكلموا وموجود قصصا في جوجل أنهم تشفيوا من الأمراض المستعصية بالصلاة على النبي بالرزق تستير الأمور وتشفي الأمراض الروحانية كذلك وتزيل العكس والنحس من حياة كذلك من المجربة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ستجني الحسنة وترفع درجات وتمحي السيئة إن شاء الله هذا كل شيء يتمنىكم الخير وإلى اللقاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله